مشاهدينا السلام عليكم إليكم الأحوال أو ملخص للأحوال الجوية المتوقعة هناك ارتفاع على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت بإذن الله والطقس رح يكون حار نسبي بوجه عام واستقرار على الأجواء أيضا مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المنطقة بما فيها المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا وراح يكون الارتفاع واضح على درجات الحرارة بعد ظهر يوم الجمعة ويوم السبب فمنلاحظ أن اللون الأحمر هو يمثل درجات الحرارة العالية لكن اللون الأحمر الغالق يمثل درجات الحرارة الأعلى والتي ستسود يوم السبب بإذن الله كون المملكة تتأثر بمنخفة جوي خماسيني ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا وجافة ومغبرة مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة بوجه عام درجات الحرارة الصغر أعلى من معدلاتها بحدود تقريبا 4 إلى 5 درجات مئوية الصغر المتوقعة 18 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة ارتفاع على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبب حيث أن هناك منخفة جوي خماسيني سيبدأ تأثيره على المملكة بعد ظهر يوم الجمعة وليلة الجمعة للسبب ويوم السبب تسود الأحوال الخماسينية بشكل واضح فيوم الجمعة الأجواء مشمسة بالنهار أيضا تقريبا دافع إلى حارة نسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية العظمى المتوقعة 30 درجة أيضا الصغر الأجواء لطيفة إلى معتدل ليلا والصغر المتوقعة 21 درجة مئوية يوم السبب في النهار ارتفاع تسود الأحوال الجوية الخماسينية أجواء حارة نسبيا جافة مغبرة مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية درجات الحرارة طبعا أعلى من معدلاتها بشكل واضح والعظمى المتوقعة 30-31 درجة مئوية لكن أثناء الليل يبدأ هواء غربي ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى يدخل على المملكة وبالتالي تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية هي حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة بحيث انخفاض على الحرارة وأيضا ارتفاع على نسبة الرطوبة بالجو بحيث تصبح الأجواء لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا أثناء الليل الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق والمدن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية إربد 32-22 عجلون 31-20 جرش 33-22 المفرق 34 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الوسطى عمان 30-21 البلقاء 30-23 ومأدبة 31-21 والبحر الميت العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية الزرقاء 34 إلى 21 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا الطفيلة 28-23 الشراح 26-20 العقبة 36-27 وإمعان 31 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة والأزرق 36-21 والصفاوي 34 العظمى والصغرى 20 والرويشد 33 العظمى والصغرى 22 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى للجميع عقاة سعيدة وشكرا لمتابعتكم ولكم تحية من طقس العرم النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة